بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا شابتر 9 Stresses in Screw Joints النوع الثاني من السترسيز Stresses due to External Forces او اجهادات ناتجة من قوة خارجية اول نوع عندي من السترسيز هو Tensile Stress اجهاد شد وده بيحصل على سبيل المثال لما يكون عندي Eye Palt بالشكل ده كده بيسموه مصمار بعين مصمار ده بيستخدم فيه عمليات Lifting او عمليات الرفع للأوزان الثقيلة خاصة لو عندي فيه موتور او Pump في الصناعة بيبقى مجهزة بمكان بيدخل فيه سن الألغوز هنا وبارفع من الجزء ده عن طريق وير او حبل وبالتالي بارفع بقوة ولتكن P هنا في الحالة ديت القوة P ديتها تكون عندي رد فعل من العكس هنا بنفس القوة P وبالتالي بيتعرض المصمار الى جهاد شد بنرمز لي بالرمز Sigma T اللي هو Permissible Tensile Stress for the Palt Material لخامة المصمار قيمته بتساوي ايه؟ بتساوي القوة P اللي انا برفع بيها اللي هي Tensile Load مقسومة على الـ Area اللي هي Cross-Sectional Area الخاصة بالمصمار ودي بتطبع هنا بما ان مقطعه دائري فبيساوي باي على اربعة دي كور سكوير ولو عندي Number of Pulse بيشيل اللوت ده لو عندي اكتر من مصمار بعوض بن حيث ان هنا اللي هي بتمثل Number of Pulse وبكده اقدر ان انا احدد الاسترس او احدد قطر المصمار اللازم للتطبيق ده في حالة طبعا الناتج بتاعي هيبقى عبارة عن الدي كور الدي كور ملهاش معنى الا بالرجوع الى الجداول الخاصة بيه المسامير في حالة عدم توفر هذه الجداول فبحصل على النومنال دامتر ده عن طريق المعادلة دي اللي هو الدي كور بيساوي 84% ضرب النومنال دامتر النوع اللي بعد كده من الاسترس هو الشير استرس او اجهاد القص لما يكون عندي المصمار بيربط ما بين اللحين دول بالشكل ده كده واللوح ده بيتعرض الى قوة في الاتجاه ده واللوح ده بيتعرض الى قوة في الاتجاه المعاكس فبالتالي هلاقي ان مقطع المصمار في المنتصف بيتعرض الى الشير استرس نتيجة انه المقطع هنا في حالة توازي مع اتجاه القوة عشان كده هيعمل شير استرس شير استرس برمزه بالرمز توازي قيمته بتساوي الفورس على الاريا حيث الاريا اللي هي مساحة مقطع المصمار بالطبع هنا في المنطقة المنتصف دي مفيش اسنان عندي فبالتالي باخد النومنال دامتر ما باخدش الدي كور يبقى الاريا بتساوي بي على اربعة دي سكوير لو في اكتر من مصمار بيحمل بعوض بان حيث ان اللي هو النومبر اوف بولتس ده في حالة الحالة الاولنية اللي هو السنجل شير او اجهاد قص فردي في حالة الدابل شير اللي هو بالشكل ده كده اللي قدامنا الدابل شير بيبقى عندي لوح بالشكل ده ولوحين هنا من اعلى من الاسفل فالمقطع عندي اتنين مقطع او اتنين بيتأثروا فبالتالي تاو بيساوي بي على اتنين ايه النوع اللي بعد كده من السترس بيسميه الكراشنج سترس او بيرنج سترس اجهاد الصحقة او جهاد التحميل وده بيحدث لما يكون سطحين بيضغطوا على بعض هنا سطح المصمار بيضغط على سطح اللوح من الجزئية دي كده بالشكل ده برمز للسجما كراشنج او اللي هو برمز سجما سي وقيمته بتساوي البي سي او قوة السحق مقسومة على الاريا الاي سي حيث اي سي هنا باخدها تقريبية اللي هي البروجيكتد اريا اللي هي الاسقاط بتاع المساحة هنا لان هي طبعا ضارنية فانا باخد البروجيكتد اريا بتاعتها هنا ودي قيمتها التقريبية بتساوي D في T قطر المصمار في سمك اللوح اللي هو ده ده طبعا بالنسبة للمصمار واحد في حالة وجود عدد مسامير بتحمل الكراشينج سترس بدرب في N اللي هو اللي بتتعرض الى الكراشينج سترس وبكده نكون انتهينا من شابتر ناين ونلقاكم في الدرس القادم وشابتر جديد ان شاء الله اللي هو اللي هو